السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة نتمنى ان تلقيكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم سنشارك معكم واحدة تحلية باردة او ديسيل اللي تجي رائعة وضغية كتوجد نتمنى الوصفاتنا الاعجاب ديالكم والفيديو يعجبكم نخليكم مع المقادير وطريقات التحضير وفرجة ممتعة بالنسبة للمكونات سوف نحتاج 200 جرام ديال البيسكويت انا استعملت هاد النوع تقدروا تستعملوا اي نوع متوفر عندكم وعندي هنا 50 جرام ديال الزبدة المدابة والطريقة التحضير عندي هنا تحانة كهربائية سوف نضيفها البيسكويت ونتحنها انا سوف نتحن البيسكويت ونرجع معكم الزبدة المدابة ونخلطها مزيان كما تلاحظوا معي في الفيديو وهنا يامر بعد ما خلط مزيان الزبدة والبيسكويت حصلت على هاد الشكل هادا في هاد المرحلة عندي هنا واحد طبسة ليزد فيها هاد الإطار لكي يتحل غاضي نضيف البيسكويت ومن بعد غادي نوزها به هاد الشكل هادا باش تاخد الشكل ديال الإطار صافي هنا كان بدا نضغط عليها هكا بيدي باش يشد هديك الفورمة صافي هنا من اللي كانت بتهم زيان غادي نجيب واحد المعلقة وهاكا بضهر ديالها باش يجي الوجه ديالها أملس هانتوما كيما كتشوفوا معايا صافي هنا من بعد ما تبت الوجه ديالها بضهر ديال المعلقة دابة غادي ندخلها التلاجة باش تبرد نده باش نحضر الطبقة الثانية بالنسبة المكاونات غادي نحتاج نصف الليتر ديال الحلي ثلاثة دلمعقبار ديال السكور ساندة جوج معالقبار ديال الكريمة الحلاواني اي كريم باتيسري واحد علبة ديال الفلو بنكهة الكارامل غادي ناخدوها كتنجرة وغادي نضيف فيها نصف الليتر ديال الحلي سنضيف سكر سانيدة 3 مارك كبار سنضيف كذلك جوج مع الكبار الكريمة الحلاواني اي كريم باتيسي وسنضيف كذلك علبة الحلون بنكهة الكرامل وسنخلط المكونات هكذا مزيان من بعد ما حركت هكا المكونات مزيان دا بغادي نضيف طنجرة فوق النار متوسطة وانا كنحرك هكا ما كنغفلش عليها حتى يتقل معايا الخالط هانتوما كما كتشوفوا معايا سوف نضيف بيسكويت ديالنا كنخرجه من تلاجة ونبدأ نوضع ونضيف ملعقة هكا باش ما تخسرش لينا البيسكويت كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا ومن بعد كنقذ هكا الوجه ديالها ونخليها تدفى واحد شوية ومن بعد ندخلها لتلاجة واحد خمستاش ديال الدقيقة ودابا غد نضوزه باش نحضره الطبقة الثالثة بنسبة المكونات ديال الطبقة الثالثة عندي هنا فلون ديال الشوكولات من الحجم الكبير وكائس ديال العنباء ديال الماء ونضيف كأس ديال الماء ونضيف كذلك الصاشي ديال فلون ديال الشوكولات هنا انا استعملت فلون ديال الحجم الكبير اي ما غاديش نحتاج باش نضيف السكر انتوما الى استعملتو الحجم الصاغر تقدروا تضيف السكر على حسب ذوق ديالكو معي القاج وجه حتى ثلاثة المعالق سوف نضيف حتى هو فوق النار كنبقى باستمرار وانا كنحرك بالنسبة لهذا رهما كيعقاج حيث كيبقى هو هو ديهنا واحد الاضافة اللي هي ماشي ضرورية عندي هنا الشوكولات غادي نضيفه وغادي نحرك هكا دغية دغية مزيان حتى يدو الشوكولات وهنا يا من بعد ما الشوكولات داب ومباشرة كنوضعو فوق الطبقة الثانية وكنديرو احتهوه بالملعقة بهذا الشكل هدا باش ما يتقبش الطبقة الثانية وكنوضعوه هكا بالملعقة باش تغطى الطبقة الثانية هانتوما كيما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هدا صافي هنا من بعد ما قدت الوجه ديالها وتغطت الطبقة الثانية دابا غادي ندخلها لتلاجة واحد نص ساعة لها ضغية كتوجد وانتلقو من بعد ان شاء الله صافي هنا من بعد ما دازت نص ساعة وجبتها من تلاجة دابا غادي نحيدها من الإطار وغادي نشوفو الشكل نهائي ديالها هذا هو الشكل نهائي ديال التحلية لي كتجي رائعة ولديدة بزاف نتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله ونتمنى الوصفة تكون نات لإعجاب ديالكم والفيديو عجبكم كما العادة ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم لي كيش يجعوني وبتعليقات ديالكم وتشاركوا الفيديو مع أحبابكم وصحابكم إذا كنتم أول مرة كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى ديالي نتمنى ملكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتواصل بكل جديد فضلا منكم وليس أمرا وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله نتلقو في فيديو جديد ووصفة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة